بسم الله الرحمن الرحيم فإن سياسة ترامب بممارسة الضغوطات القصوى قد تعرضت للانتقاد من قبل رئيس المنتخب بايدن ومن قبل الأشخاص الذين سوف يتبوؤون مناصب عالية ومهمة في إدارة توني بلانك الذي سوف يكون وزير الخارجية وجيك سوليفن الذي سيكون مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن القادمة وبالتالي بايدن وكل من يحيط به من مستشارين ووزراء في السنوات الأربعة الأخيرة قد انتقدوا بشدة سياسات إدارة رئيس ترامب وقالوا أن رئيس ترامب لم يكن يعلم كيف يتعامل مع إيران قالوا أن سياسة الضغط الأقصى أيضا قد فشلت وبالتالي سيكون من المنطقي إذا افترضنا أنه حين يستلم الرئيس بايدن مهامه في العشرين من يناير ويدخل البيت الأبيض سيكون منطقيا أن نفترض أنه سوف يعود عن كل الأخطاء التي ارتكبها ترامب وارتكبتها إدارته وسوف يعود إلى الاتفاق النووي ويطلع بدور الشريك المسؤول في خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي ويساهم مساهمة فعالة في مجموعة الدول خمسة زائد واحد وبالتالي هذا هو الافتراض الذي يجول في بالي الكثيرين ولكن تبقى مشكلة واحدة ألا وهي أنه مع أن الرئيس المنتخب بايدن قد وجه انتقادات قاسية لإدارة ترامب ومقام به نسمع الكثير من الأصوات المحيطة به التي لها علاقة بالعقوبات التي فرضها ترامب على إيران ويقولون أنها ربما لم تكن فكرة سيئة أن بعضا ممن يحيطون به يتحدثون عن استخدام أداة أو وسيلة العقوبات هذه للضغط على إيران والاستمرار والمضي قدما في بعض هذه العقوبات من أجل متابعة الضغط على إيران من أجل الحصول على المزيد من التنازلات من قبل إيران حول قضايا قد تكون تطرح مشاكل أو تثير قلق الولايات المتحدة مثل سياسة إيران الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط أو حتى برنامج الصواريخ والقدرات العسكرية الإيرانية بالتالي الجواب وبكل بساطة على سؤالكم لن يكون بسيطا لأنه ومع أن إدارة الرئيس المنتخب بايدن تنتقد ترامب وسياساته ولكن يبدو بحسب ما نراه أنهم لن يتراجع عن كل الأخطاء التي ارتكبها ترامب وبالتالي يبقى أن نرى ما الذي سيحصل بالنسبة إلى الاتفاق وما هو رأي مستشاري بايدن وفريق عمله بالنسبة إلى الخطوات التالية التي يجب اتخاذها فهناك بعض من من يعتبرون أنه يجب الاستمرار في بعض من العقوبات التي فرضها ترامب للحصول على المزيد من التنازلات من إيران والبعض من من يقفون ضد هذا الرأي في السنوات الأخيرة وبسبب العقوبات تعانت إيران اقتصادياً ومالياً حتى خلال مواجهتها لجائحة كورونا حيث أن الأموال الإيرانية أيضاً لا يمكن لإيران الوصول إليها نتحدث عن الأموال الموجودة في كوريا الجنوبية وغيرها لن تتمكن الحكومة الإيرانية من استخدامها لشراء اللقاحات بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ولم نرى فريق رئيس المنتخب بايدن ولا الرئيس المنتخب بايدن ينتقدون هذه الأنشطة التي لها علاقة بحقوق الإنسان الرئيسية إذن الحصول على لقاحات من الخارج ليس أمراً ميسراً بسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة بالتالي أعتقد أن ما ستقوم به إدارة الرئيس المنتخب بايدن سوف يكون بمثابة إجراءات أو عودة غير كاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة سوف يسعون إلى التخفيف من بعض من العقوبات بعض الإجراءات البسيطة قد تتأخذ ولكن لا أعتقد أن كل الإجراءات الضرورية لتصحيح أخطاء ترامب سوف يتم انتخاذها كذلك في شهر يونيو سوف تحصل انتخابات رئاسية في إيران وهناك بعض من أعضاء فريق الرئيس منتخب بايدن الذين يريدون التأثير في هذه الانتخابات الإيرانية وبالتالي منذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير وحتى شهر يونيو شهر ستة سوف نرى أو قد نرى بعض الإجراءات التي من شأنها أن تعزز موقفة وموقع بعض السياسيين الإيرانيين وذلك من أجل إيصال أشخاص مستعدين لتقديم التنازلات مع الولايات المتحدة إذا قد نرى بعض المرشحين الرئاسيين الذين لن يرغبوا في الوقوف وقفة صارمة تجاه الولايات المتحدة ربما هناك بعض الأشخاص الذين لا يريدون أن يذكروا الولايات المتحدة بكل الوعود التي قطعتها والتي انتهكتها ولم تحترمها هناك بعض السياسيين في إيران الذين يعترضون على التفاوض مع الولايات المتحدة بالنظر إلى الأنشطة الخطيرة التي شاركت فيها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ومن جهة أخرى هناك بعض الأشخاص المقربين من الرئيس روحاني الذين كانوا ربما خلال مفاوضات على الاتفاق النووي وقد يرغبون في التوجه إلى الجمهور إلى الشعب الإيراني وتذكيرهم بما قام بها الرئيس روحاني منذ أربع سنوات منذ ثمانية سنوات وهو تحسين العلاقات مع العالم الخارجي كل هذا سوف يكون مطروحا أعتقد أن ما يحصل في المنطقة سيكون عاملاً آخر قضية أخرى سوف يركز عليها فريق إدارة الرئيس منتخب بايدن الرئيس منتخب بايدن ومن يحيط به قد انتقدوا مثلاً المملكة العربية السعودية على السياسة الخارجية وعلى الحرب في اليمن وعلى الفشل في سوريا وفي العراق وكذلك في الحصار ضد حكومة قطر بالنظر إلى كل هذه التطورات وبالنظر إلى أيضاً عملية التطبيع التي نشهد عليها في عدد من الدول العربية أعتقد أنها كلها قدرية مطروحة